أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها إزاء الأزمة الصحية في الضفة الغربية وثقت المنظمة الأممية 480 هجوماً على مرافق الرعاية الصحية في الضفة الغربية المحتلة منذ السابع من أكتوبر الماضي قلق متزايد لدى منظمة الصحة العالمية إزاء الأزمة الصحية المتزايدة في فلسطين خاصة الضفة الغربية فهجمات قوات الاحتلال على البنية التحتية الصحية إلى جانب القيود المتزايدة المفروضة على الحركة تعرقل الحصول على الرعاية الصحية منذ السابع من أكتوبر الماضي أدى تصعد وثيرة العنف في الضفة الغربية ومنها القدس الشرقية إلى وفاة 521 فلسطينياً بينهم 126 طفلاً في الفترة من 10 يونيو 2024 فضلاً عن إصابة أكثر من 5200 شخص بينهم 800 طفل الأمر الذي يثقل كاهل المرافق الصحية المنهكة بالفعل حتى الثامن والعشرين من مايو وثقت المنظمة الأممية 480 هجوماً على مرافق الرعاية الصحية في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي ما أسفر عن استشهاد 16 شخصاً وإصابة 95 وقد طالت الهجمات 54 مرفقاً صحياً و20 عيادة متنقلة و319 سيارة إسعاف وفقاً لمنظمة الصحة العالمية فقد وقع 59% من الهجمات في مدن تولكرم وجنين ونابلس شمال الضفة الغربية وهي تشمل هجمات على البنية التحتية الصحية وسيارات الإسعاف واحتجاز العاملين والمرضى وعرقلة وصولهم إلى المرافق الصحية فضلاً عن استخدام القوة بحق العاملين والتفتيش العسكري لسيارات الإسعاف والموظفين المنظمة الأممية أكدت أن أغلاق نقاط التفتيش والعراقيل التعصفية للاحتلال واحتجاز العاملين وتزايداً عدام الأمن والحصار أدى إلى تجديد تقييد الحركة داخل الضفة الغربية الأمر الذي أعاق الوصول إلى المرافق الصحية